اهلا بكم مشاهدينا كل سنة وحضرتكم طيبين وبخير وعيد فتر مبارك علينا وعلى الامة الاسلامية كلها ويا رب الايام الجميلة دي نفرح بيها فعلا لان هي سنة مختلفة تماما عن اي سنة فاتت وعلى ما اعتقد كمان على اي سنة هتيجي لان طبعا الجائحة اللي احنا بنمر بيها دي صعبة شوية علينا والازمة فيروس كورونا طبعا بتأثر علينا كلنا واثرت على العالم كله وعلى الامة الاسلامية وخصوصا في الاعياد والمناسبات طبعا كلنا قضينا العيد في البيت وصلاة العيد كلها في المنازل دي بتعلامات طبعا من كل دولة للحفاظ على سلامتنا والحفاظ على صحة اسرتنا طبعا وعلى اهم حاجة صحتنا صحتنا غالي علينا جدا هي ان شاء الله ازمة وهتعدي وهنحاول ان احنا طبعا نتماشى معها لان الحياة طول ما هي مستمرة طبعا لازم نسعى ولازم نشتغل ولازم نتبع كل حاجة في حياتنا بعد كده بطريقة مختلفة لان طبعا فيروس كورونا علمنا حاجات بطيرة جدا طبعا كل ازمة لازم نستفيد منها ونبسلها بطاقة ايجابية طبعا النهاردة اليوم المفتوح معاكم كل سنة وحضراتكم طيبين وبخير وهيكون معنا فقرتين اول فقرة هتكون معنا فقرة الترب وهيكون مطرب جميل اوي هتسمعه معنا النهاردة واغانيه كمان متميزة جدا وهو مصطفى معوض ومعنا كمان الفقرة التانية الشيف طارق مرعي الشيف سوري وهيقدم لنا طبعا حاجات جميلة جدا خاصة بالعيد وتقوس العيد في سوريا وكمان عن اقراص العيد كمان بتتعامل ازاي كل دولة وكل دولة اسلامية او بلد بيبقى ليها تقوسها وبيبقى ليها احتفالتها بالعيد كل سنة وحضرتكم طيبين وبخير وعيد فتر مبارك نروح نفاصل ونرجع نستقبل ضفنة ونكمل حوارنا ورجعنا لكم مشاهدينا ولسا مكملين معاكم في اليوم المفتوح النهاردة وكل سنة وحضرتكم طيبين وبخير واول ايام عيد الفتر المبارك ويهود علينا يا ربي دايما براحة البال والصحة والعافية احنا معنا النهاردة في الفقرة الاولى مصطفى مطرب صعد متميز في صوته الجميل واغانيه الجميلة اهلا بحضرتك ازايك يا مصطفى ازايك عموية شكل جدا على تقديمة الجميلة دي وصحرك طيبة وكل المشاهدين بخير يا رب وعيد سعيدة لنا كلنا يا رب وعلينا يا مصطفى طبعا انت فعلا اغانيك متميزة وصوتك جميل كل سنة وانت طيب والاسرة وكلكم بخير يا رب هو طبعا عيد مختلف في السنة دي اه طبعا ورمضان وحياة كتير ورمضان طبعا السنة كلها من اولا السنة كلها اه بايزة اه يعني لا ان شاء الله ننتعلم بقى ونتعود دايما الازمات بنتعلم منها ونستفيد طبعا طبعا انت في الفترة دي يعني كنت بتعمل ايه يعني على ما اعتقد كلنا كنا قاعدين في الفترة سنة عشرين اه من اول عشرين عشرين اه كنت بتعمل ايه في الفترة دي والله ايزا اولو حركة انها كنت متفقل جدا ودخل السنة متعش مقود بحاجات كتير هتحصل لقيت يعني شاء الله ما حصلت كده حاجات غريبة عاديين في البيت ما بنعملش ايه حاجة زهق طبعا دراسة وقفت شغل انا كمسلا كهونة برضو وقف فلاقيت ان انا عاد في البيت بحاول بقى اعمل ايه نشطات تخرجني من انا فيه ده عشان ما موتش من الزهق يعني بس حاولت يعني اطلع من انا فيه ده زي الناس كلها اه يا مصطفى احيا بس احنا في ازمة فعلا ومشكلة فاحنا لازم نتابع بقى كل حاجة كويسة والاجراءات وكده عشان طبعا نعدي منها طبعا في الاول بقى عايزين نعرف مشاهدينا انت بتبيت الغناء ازاي بقى في الاول والاول انت بتدرس ولا خلاص تمام انا بدرس لستة في كولية تجارة انجليش جامعة انشامس هي ملاش علاقة بالميوزيك عمتا بس انا حبيتها بقى مسك العصائي من نص يعني اللي هو بقى فيه دراسة وفيه هواية معايا شغال عليها فانا كده كده بدرس في الاوبرا برضو مع دكتور محمد عبدالسطار فبالنسبة لي الموضوع برضو بطور من نفسي وفي نفس الوقت في دراسة فالي اتنين ماشيين بخط متساوي الموضوع الغناء ابتدى معايا من المدرسة مدرسة الموسيقى اكتشفتلي وبتديت اشارك في الحفلات المدرسية وحفلات الادارة بعد كده طلعت للجامعة شاركت برضو في حاجات للجامعة وبتديت بقى اقدم في برامج اقدم في حاجات انا عمتا شايفها مثلا زي شركات او اي حاجة زي كده وبعمل ماركتنج لنفسي لحد ان شاء الله ما لاقي فرصة كويسة طب شاركتي مثلا في حفلات خط جواز اه باخد جواز من دارة النوزة دي كانت الادارة اللي طبع لها المدرسة بتاعتي بس فانا الحمد لله ادلوقتي ماشي يعني حتى انا في بيتش كده بشارك بيها حاجات ليا يعني والحمد لله في رد فعلي كويس من الناس طبعا يا مصطفى طبعا واهم حاجة ان الواحد يلاقي بس الحاجة المتميز فيها طبعا وبعد كده ينميها بقى بطريقته والاسرة طبعا والبيت هما دول اكيد طبعا بيساعدوه في البداية هما بيبقى ليهم عامل برضو انهم ممكن يحسوا في ابنهم حاجة فيحاولوا ان هو يشتغل عليه معاه يعني ده اللي بيحصل عامل طبعا ولازم برضو الواحد يبقى حاس اللي هو متميز في ايه وشايف نفسه بيبدع في ايه مظبوط طيب في اي مختلف اي مجالات يعني انا عايزة بقى الناس بتعرفك اكتر بسوتك بقى طيب طب بقى نسبة العيد بقى احنا في العيد فممكن نقول حاجة طبعا لمربوطة بقى مشاهدين اشوية مربوطة بقى مجدنة بغنية ليلة العيد مثلا اه دي احلى اغنية فعلا يا مصطفى ممكن نقول حاجة بسيطة منها كده اكتر بقى يا ليلة العيدة نستينا يا ليلة العيدة نستينا وجدت الامل فينا يا ليلة العيدة نستينا يا ليلة العيدة نستينا يا ليلة العيدة نستينا وغنينا وقولنا الفرح يجي مع قدومك يا ليلة العيد يا ليلة العيد أنستينا وجدت الأمل فينا يا ليلة العيد والله يا مصطفى وكمان يا أغنية متميزة جدا يوم فيه جزء بس انسيته في الكلمات لا 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 يعني انت صوتك جميل ورائع وكمان الأغنية دي فعلا متميزة ومنحس فعلا بالعيد أول ما بنسلح حتى الأطفال وكلنا طبعا أكيد آه هي أول تشتغل ذكريات آه جميلة جدا أكيد طبعا من الزمن يعني أقول ما العيد ييجي لازم تشتغل دي أحلى حاجة للوقت بقنا بقى يعني حتى يعني بقى فيه تباعب اجتماعي وبقى فيه حاجات كتيرة جدا احنا ببناش نعملها زي الأول نمط حياتنا تغير عن زمان بسبب طبعا فيروس كورونا أنت يا مصطفى بتتدرب كام يوم كام وقت في اليوم كام ساعة في اليوم على أساس نمط حياتك كله تغير ودلوقتي كلنا بقينا نتعامل أونلاين أو بقينا نشتغل عن بعد طبعا هو بص في الأيام العادية كان بقى ثلاث يام في الأسبوع يعني ده الأيام العادية لكن طبعا لما أزمة الكورونا دي جت عادنا في البيت مفيش طبعا نشاط شغال ممكن بس إحنا بنتواصل مع الناس بخلال أغاني إحنا لشغلنا إحنا بس كشغل فعلي تدريب لأ ممكن أنا في البيت بقى مع نفسي يعني اتدرب أنا لحاجات بوكلز مثلا كده مع نفسي طب كويس في البيت أهو برضو كلنا بقينا نشتغل من البيت وحاجة طبعا لازم دلوقتي بس إنت في البيت بقى أهم حاجة الوقت بتنظم وقتك كويس بقى على أساس تستفيد طبعا من اليوم وفي نفس الوقت تدرب نفسك هو الوقت بص طويل جدا في الفترة دي أنت بتقومي كل يوم زي شبهة تاني أنت اللي بتسحفيه بتباتي فيه هو وهو فأنا حاولت إن أنا فعلا أستفاد يعني أنا طول الوقت عاد في البيت كده فحاولت إن أنا أعمل أنشطة عملت إيه بقى من أنشطة؟ عملت تلك كده يعني حاجة عظيمة جدا كنت مش متخيل إن أنا عامل تيك توك ده خالص بس عملت إيه تعلمت عصف شوية على الجيتار حاجات كردية طيب السوشال ميديا بتفيدك في شغلك كويس مثلا زي التوك توك وال لا لا أنا كنتيك توك لا أنا كان حاجة فور فان يعني أنا مش عغال عليه لكن السوشال ميديا طبعا هي عامل طبعا مش رئيسي بس بيساعد كبير جدا بيساعدك في إن أنت تنتشر أكتر وإن أنت الناس تعرفك دي أكتر وسيلة دلوقت كمان أكيد طبعا غير الحفلات دلوقتي عشان توقفت كل الحاجات دي فبالتالي أنت بتستخدم السوشال ميديا بتفيدك أكتر بتتواصل مع الناس طبعا وتعرفوا أخبارك كل حاجة طبعا من عليك آه كلماتك بقى يا مصطفى كلمات الأغنية الألحان أنت طبعا بتشوف الفترة الأخيرة كانت ألحان وكلمات كلنا بنقضها ومش بتعجبنا فاللون الأغنية ذات نفسه كله بيحاول أنه يهجمه لأنه طبعا الكلمات مش بتليق تماما مع المراهقين دلوقتي بيرددوا الكلمات اللي يعني لازم ننقي كلماتنا مضبوطة كويس جدا في الأغاني والألحان كمان طيب أنت هنا بقى بيمثلك إيه الحتة دي أنت بتدقى كويس جدا في الكلمات بتاعتك والأغاني أكيد طبعا عايزة أقول حاجة طبعا المغنين المهرجانات زي ما عليك بتقولي مثلا هما دلوقتي بقوا ناس مؤسرة يعني حركة بتشوف الفيوس بتاعتهم ما يطبق معينة وخلاص بس بقى الفيوس لو حادتك هتشوفي كواقع الفيوس بتاعتهم عالية جدا بيتسمعوا من تلات كربع الشعر كمية إنحاء العالم كمان بالضبط بيوصلوا للبرة فهو دلوقتي بقى شخص مسؤول فلازم يركز في الكلمة اللي بيقولها لازم يركز في اللحنة عمتها اللي بيطلعو لأن في ناس بتقلده مجبور فهو لازم بقى عامل سبوت على حتة الكلمة دي يعني أنت بتقول يمكن في الأول ما كانش مصهور أبو بالضبط فدلوقتي بقى مصهور بقى وعليل عين فلازم يناقي كويس جدا كلمات الأول هو كان واحد بي شهرة كان عايز يطلع شهرة مثلا بالضبط بجينر لسه بيبتدي فدلوقتي لا هو فيه ناس كتير بتتبع وفيه ناس بتستناه فلازم طبعا يخلي بالهم من كل كلمة بيقولها هو حتى ناس تلعت اعتذرت وعرفوا ان هو مسؤولية لا احنا مش بنحدد أنا بس بقولك هل انت بقى كمان يعني الكلمات بتاعتك بتناقيها بطريقة طبعا واللون الأغنية بتاعتك بص حضرتك اقول لها حضرتك على حاجة أنا بالوقتي الأغاني اللي أنا عاملها أغاني كوفر يعني بغاني الحد مش أغاني تنتسب باسمي بس أنا فيه حاجات شغال عليها إن شاء الله هتبقى باسمي فأكيد بركز في الكلمة بركز في اللحة أنا عايز أعمل حاجة تأثر في الناس حطيت أسس على انت تبتدي زي وبالتالي بالضبط يعني أنا عايز حاجة تنزل فعلا تأثر في الناس مش حاجة تتركن وعايز أعبر عن مثلا عن الشباب عايز أغني حاجة تبقى حلوة مين يا مصطفى من انت بتحب تسمعه عمر دياب أنا بعشاء طب يالله سمعنا حاجة بقى من عمر دياب فيه أغنية اسمها وهي عامل إيد الوقت أنا بحب الأغنية دي فممكن نقول حاجة منها كي يومي 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 يوميوا وولو لي لو في صالحة أروح لها وصالحة قولوا لي لو في صالحة أشوفها إزاي وصالحة ظلمها وقلبي جرحة أجلها ولا مش دلوقت وهي عملة إي دلوقت ومنها وين عليها الوقت دي جوز بسيط منها كده بس حلوة برضو طبعا وعمر دياب كلنا بنحب بقى غني يعني انت عارف أغانية طبعا كلها لها معنى فعلا حتى الأطفال والله كله يتحدد طبعا أو يعني هو عمر دياب لا بيغني للناس كلها شمال أطفال كبار لا وكمان يعني بص بقى الواحد لما يتعب فعلا ويشتغل على نفسه ويصبر فبتلاقي النتيجة إن هو ببقى في مستوى تاني وفي مكانة تانية أكيد طبعا هو بقى له 35 سنة يعني كمة فقى دي أكيد طبعا نتيجة من صغير وتعب وتعب وتعفيز يعني واختيار وفريق وذلك حضرتك بيركز في الكلمة اللي بيقولها فده اللي حلست أمر وطبعا في وسط الطريق ده كله انت بتقابل صعوبات في الحياة يعني شيء أكيد طب هل في صعوبات وجهتك انت لسه في البداية بقى وبتختار طريقك إزاي أكيد حضرتك طبعا بتبقى فيه انت تحس انت تايها يعني مشتتة برضو انت مش عارفة انت عايزة إيه لحد ما بتوصل لي البوينت معاين خلاص انا بقى فوكس على الحتة دي فانا بالنسبة لي طبعا فيه حاجات برضو بلاقيها عاقب في اي طريق بقى قابله تابو تتغلب عليها ازاي بقى يا مصطفى والله يعني فكرة الواحد وثق في حاجة جواها عايز يقدمها يقين عندك يقين بالزبط كده عنده ثقة عنده يقين هو ممكن يفشل مرة اثنين ثلاثة بس وثق انه هو في مرة حديله فدي الحاجة الأساسية في اي مجال عمتا في اي حد شخص عايز يوصل لحاجة لازم بقى فيه حتة جوايا فيها هو مقتنع يعني انا لو مش وثق في نفس الناس هتوثق فيها ازاي فلازم ابقى انا من جوايا مؤمن بالحاجة دي ووثق فيها عشان الناس تصدق صح وده وده اللي لازم كل واحد يتبعه طبعا علشان نستمر ونعرف هنوصل للهدف بتاعنا ازاي نصف زي ما كان حضرتك برضو هدفك ان انت تبقي اعلامية اعلامية او والله يا مساء من صغري ففيه يقين ده حضرتك ان انت عايزة تطلعي وعايزة توصلي لحد ما حققتي ده فهي فكرة كلها يقين في واحدي بقى مؤمن ان هو هيوصل لحاجة دي طيب انت بقى كمان اكيد اغاني زمان بتحبها جدا كلنا تربنا عليها واتربنا علي الغاني الجميلة والالحان وكمان غير كده الاحترام اللي بيبقى في الحفلات والقدي ايه بيحترموا المطرب جدا زي مكلسوم وعبد الحليم طبعا انت بقى بتحب مين في المطربين القدام وبتحب الدندن لمين كده طبعا مكلسوم وعبد الحليم بحبهم جدا في برضو عبد الوهاب في حاجات معينة كده باسمعها له فيه اوزة بقى كتير يعني بس انا بيحب التناثة دول اكتر ناس يا مكلسوم طبعا كلنا تربنا على صوتها الجميل حتى العالم كله العالم العربي عبد الحليم طبعا وعبد الحليم طبعا شفت بقى الفرق بين مكلسوم وعبد الحليم يعني زمان كان يقولوا يا ده عبد الحليم اغاني شعبي يعني هتحس ان هو خرج سنك كده عن العادات والتقاليد وستيل الاغاني والالحان والحاجات دي كلها بالضبط هو بيطور بالنفسه برضو ان الواحد بش يفضل ثابت على رتمه معين لازم برضو يبقى فيه فرايتي بحيس ان الناس ما تزهقش لا هو هو زي ما تقول تطور تطور الطبيعي للحياة طبعا مع الاغاني ومع اللون الترب بشكل عين يعني بالضبط يعني هو انا شايف ان هو قدم كل حاجة عمل الحاجات الفرح والحزن والوطني يعني عمل كل حاجة باكت جي كده مع بعضه وقدمه للناس طبعا طبعا يكسب فئة مختلفة فئات مختلفة في فئة تحب كده في فئة في اختلاف في الازواق طبعا والقراء فهو بيحاول يرضي كل الازواق يعني طيب الكل يعني ممكن يكون صوته حلوي يعني لكن اختيار للالحان وللكلمات وللحاجات دي كلها بيختلف انت شايف دلوقتي هل الاغنية يعني كأنت شاب بقى لسه عايز تحبط مكانك في نقطة معينة شايف نفسك فين في الاماكن اللي انت شايفها دلوقتي من ناحية الغنى ومن ناحية اللون الترب يعني بص حادثك انا عايز اقدم حاجة تكون شبابية عايز اقدم حاجة تكون خفيفة على ودن الناس بحيث ان هي تبقى مش عايز مثلا انا واحد دلوقتي شاب بقاعد قدامك بتربوش وغود وكده ولا بقاعد ببادلة كلاسيك لا انا عادي بعيش سني فعايز اقدم حاجة تعبر عن سني وتعبر عن الفئة العمرية اللي انا فيها دي فده اللي انا عايزه وطبعا هاكون مركز في الكلام اللي بيتقال اللحن الكلام ده كله فيه ممكن زي ما حركة قلتي اصوات كويسة بس ما بيعابش اختار الكلمة واللحن فطبعا بيتحطب في دايرة كده خلاص انت زيك زي غيرة فطبعا هي منظومة متكاملة لازم تتحقق صح وغير كده وكده كمان يا مصطفى التدريبات اه يعني انا بحث طبعا ان انتو بتاخدوا التدريبات طويلة جدا ووقتو طويل جدا وايام كمان علشان تزبط التون بتاعتك او كده يعني انت دلوقتي مع نمط الحياة اللي احنا عايشينه بقى خلاص تعودنا عليه يعني ويا رب على خير ان شاء الله الازم ان دي اه يعني بتحاول ان انت تتدرب في البيت اكتر انت قلتلي بس المشكلة الوقت فانت هتشتغل على نفسك في الفترة اللي جاية دي وحاطت نفسك في مكانة كويسة على اساس ان انت تطور من نفسك فيما بعد اكيد طبعا انا عايز استغل الوقت يعني الوقت اللي انا فيه ده طبعا هيعدي فححس ان او عمش حاجة فهزعل فريق انا فيها دلوقتي احاول استغل الوقت اللي انا فيه انا كاكل قاعد فوضي وانا فيش دراسة احاول انا اعمل حاجة بخصوص بقى الجول اللي ساكن بلان بي مثلا اللي انا عايزه هو انا كده كده عايزي بقى ده الشغل بتاعي بس الفكرة برضه زي ما حرك قلت يعني انا ده ريسك فحاول تمسك يعني الموضوع من ايه من العسام النص كده فهمها اللي هو يبقى فيه حاجة هنا وفيه حاجة هنا مظبوط وكمان غير كده وكده احنا فيه ازمة فعلا فانت لما تستفيد منها وتطلع منها بشكل كويس وغير كده احنا مش عارفين هتخلص امتا فانا ليه اعطل احنا مشكلة مش عارفين هتخلص امتا والعملية فعلا بتزيد والحياة فعلا غمضة قدامنا جدا فاحنا مش عارفين فبالتالي احنا منستسلم شوالا نعد نستفيد ونستسمر الوقت دوت ونخليه معنا اه فيه ناس تتغلت اونلاين على فكرة فيه ناس بتشتغل في بيت فيه ناس بتحاول تعمل اي حاجة جم في البيت عمتا بيتدرف في البيت فيه ناس بتعمل اكتفز عمتا في البيت هو دلوقتي طبعا حياتنا تغيرت العمل عن بعد التعليم عن بعد الرياضة الغنى بقت كل حاجة دلوقتي اه اه وده انا ما تحاول المفروض نمشي عليه فيما بعد لان دلوقتي ما خلاص على ما اعتقد تعلمنا بقى من الدرس كويس بس الحمد لله احنا ما بنقفش يعني اي ازمة دايما بتعلمنا ان احنا نستمر وان احنا نشتغل على نفسنا اكتر ونعمل طبعا اجراءات الوقاية كويس جدا جدا ايه اجراءات الوقاية بتاعتك يا مستفى كمامة في العربية برده اه موضوع الكمامة ده شيء مهم جدا اه اه طبعا المسافات اه ايه اخسل ايدي صح حيما بطل عم بيت اصلا ده يعني بحيس انها مجرم بتنزلش غير على الحاجة الضرورية طبعا بنحاول بالزرط كده حاول نمو يعني لتزم بالتعليمات عمتا بتنزل فده يعني مصلحة لي مصلحة طبعا اه وحتى خايف على عيلتي برده مش على نفسي بس وما فيش اغلى من صحيتنا طبعا اه كي طبعا طبعا طيب بقى ننهي بقى بغنية معاك يا مصطفى المشاهدينة كل سنة وانت طيب وخير ممكن نقول حاجة لعبد الحليم بقى ياريت سواح ياريت نبدأ مثلا نلاقاكم حبيبي على كله ماشي معايا وان لقاكم حبيبي سلموا لي علي وان لقاكم حبيبي سلموا لي علي تمنوني الأصمراني عم لقي الغربة في وسواه وانا ماشي ليالي سواه من الفرقة يا جالي سواه اه اللي جرع لي سواه من الفرقة يا جالي وسنين وسنين وانا دايب شوحنين عايز عرب بس طريق منين وسنين وانا دايب شوحنين عايز عرب بس طريق منين منين الله يا مصطفى نحن عايزينك بقى تتدرب أكتر وأكتر وعايزينك تحط هدف قدامك زي ما انت قلت ويقين طبعا ان انت ازاي توصل لهدفك بطريقة صح طبعا والظروف اللي احنا فيها علمتنا كتير جدا جدا طيب نصيحة بقى المشاهدين كده نصيحة بخصوص ايه؟ يعني ما جايلك بقى وتقولهم كل سنة وهم طيبين طيب كل سنة وحراكم حضراتكم طيبين قاية سعيد عليكم يا رب وان شاء الله ازمة وتعدي وبإذن الله حياتنا ترجع طبعيا زي الاول واحسن كمان وده يعلمنا برضه حاجات ان اليوم اللي عادي ده كان نعمة كبيرة جدا من عند ربنا اه يا مستحى فده حاجة يعني تعرفنا قيمة كل حاجة كانت معانا فعلا بس نصيحة لكم يعني حاولوا تستغل الوقت اللي احنا فيه ده وبشكل ايجابي يعني كل سنة وانت طيب واحسن طيب ونشوفك كده اكبر مطرب على مستوى العالم ان شاء الله والعالم العربي الله خليك ونتمنينك كل الخير يا مصطفى الله خليك مشاكل جدا مشاهدينا كل هنروح لفاصل ونرجع نستقبل الضيف الشيف طارق مرعي هنتكلم عن اقراس العيد السوري واحتفالات بقى التراس الشامي وازاي بيحتفلوا بالعيد الفطر المبارك